مرحبا بكم اليوم هنعمل اروع تحلية للكيلو ضايت لمرضى السكر سهلة و سريعة جدا يلا حليب جوز الهند نضع ماء ساخن تقريبا ما في كمية محددة نضع الجوز الهند المهم ان الخلاط يقدر يقاوم ما في كمية محددة مهم الخلاط يقدر يقاوم نطحنهم جيد تقريبا لمدة من ثلاثة لخماس دقائق وبنصفيهم في قطعة قماش تكون معقما تكون نظيفة هيك اصبح الحليب جاهز وبقايا جوز الهند ممكن نستخدمه لأي شيء ممكن للخبز للحلويات ممكن نعيد استخدامه الكراميل اذا كنتم نباتيين الكراميل هو اختياره ممكن الاستغناء عن كراميل 100 جرام زبدة على نار هادئة نار تكون هادئة جدا بديل السكر ستيفيا معلقة كبيرة التحلية الكمية والنوع حسب نظامكم الغذائي على نار هادئة حتى تصبح لونها كراميل بنصفيها مثل هيك واحد لتر حليب جوز الهند او اي نوع حليب نباتي من الممكن استخدام اي نوع حليب حسب نظامكم الغذائي بنسخن الحليب على نار متوسطة نين معلقة كبيرة بديل السكر الكمية والنوع التحلية هو اختياري حسب نظامكم الغذائي ثلاث معالق كبيرة كيكاو خام 30 جرام بنحرك قهوة سريعة الزوبان معلقة صغيرة هو اختياري ولكن بعمل نكهة كتير روعة سأوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات ممكن نوضع ماء الورد او الفانيلا حسب زوكم انا حبيت اوضع ماء الورد ممكن نوضع الفانيلا في ناس ما بتحب ماء الورد هذا حسب زوكم 50 جرام اجار اجار او جيلاتين اذا كنتم نباتيين ممكن توضع اجار اجار اذا كنتم عادي غير نباتيين ممكن نوضع الجيلاتين يعني الاثنين بنفع حسب نظام قوم الغذائية أجار أجار أو جلاتين نسكبهم في أي كوب أنتوا بتحبوا شكله نوضحها بالتلاجة أقل شيء ثلاث ساعات ممكن ندهن القالب بالدهون لإخراج الحلوى منه ولكن ما في داعي أفرجيكم طريقة تانية أفضل الأسود والأبيض أنا وضعت عليهم دهون لكن في طريقة أفضل هذه المكونات إذا أنتوا بحاجة الالتقاط صورة للمكونات هيك إخرجناها من التلاجة الكوب الأبيض والأسود عليهم دهون دهنتهم من الأول ولكن في طريقة لكي أفرجيكم إياها أنا حاولي تجرب أشوف أي أفضل وأسهل لكم هذا كان الكوب على دهون إذا كان الكراميل صلب ممكن تسخينه قليل هذا طريقة أفضل نضع الكوب بماء ساخن ساخن قليل يعني نضع لعدة ثواني هيك أصباح جاهز شايفين كيف مش محتاجين نضع دهون في الكوب من قبل شايفين كيف سهل بس نضع بالماء قليل وخلاص ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة أو أي وصفة تناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص لازم أنتو تعرفوا شو هي المكونات هل بتنسبكم أم لا خلينا نذوق طعمه الله الله بصراحة الطعم روعة أتمنى أنه أنتو تجربوها أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على فيسبوك أتمنى يشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل من شان يصلكم كل جديد فيا مرحلة